وبعد ذلك يقول لك فبسط يذكر أنه لما تخلى عنه الأمير عثمان بن معمر وذهب إلى الأمير محمد بن سعود يأتيك هنا يقول فبسط الأمير محمد يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنيع المنكر بايع على دين الله والجهاد في سبيله الجهاد من؟ الجهاد مصطلح إسلامي يطلق عندنا في قتال المسلم للأعداء من غير المسلم لا نفهم الجهاد إلا حكم خاصة حينما يقترم ببيعه تقع تتكلم عن الجهاد الأصلي وإقامة شرائع الإسلام والأمر معروف والنيع المنكر وبدأ بعدها عن مسلسل القتل فقتلوا أيضا الأمير عثمان بن معمر ولاحظ يقول أن هم اشتكوا فيه الرجل أنه كان يخالفهم ويكيد لهم مثلا بالمكائل فقال إلى أن تكرر منه ذلك المكر وظهر نفاقه أنه بن معمر مناخق يظهر لهم الإيمان ويبطل الكفر طبعا قال وانكشف أمره فقام بقتله جماعة من أهل التوحيد بعد أن انقضت صلاة الجمعة في مصلاه بمسجده العينة يعني قتلوا داخل المسجد هذا عابد الوثن وعابد الحجر نتكلم الآن عن دعوة ماذا؟ دعوة أناس ارتدوا عن الإسلام وعبدوا الأشجار والأحجار ثم يأتي ويقتل الإنسان في داخل المسجد في داخل المسجد يصلي في صلاة الجمعة ويقول لك هذا جهاد وهذا إنكار للبدع والمنكرات والحوادف فقط وليس تكفيرا ثم أتى الشيخ وبدأ يقول وكاتب الشيخ بدعوته أهل البلدان ورؤساءهم ومدعي العلم فيهم فمنهم من قبل الحق واتبعه ومنهم من اتخذه سخريا واستهزأوا به تكاتب بدعوتك أهل البلدان لماذا؟ ماذا تكاتب؟ هذه يعني نحن على طول نستحضر فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب الملوك أني رسول لكم من الله وأسلم تسلم وإن لم تسلم يعني أنه سوف يأتيك ويأتيك فشيء غريب حقيقة يأتي بعد ذلك ابن الغنام ويكتب لك باب كامل اسمه الغزوات الغزوات كذا الغزوات ويبدأ يفتتق يقول أرسله والأمير محمد بن سعود إلى دهام بن دواس رئيس بلدة الرياض ليتبع طريق الحق وينضم إلى الجماعة واجتهد في نصحه ما وسعهما الاجتحاد تمام؟ ثم تبدأ تأتيك العبارات الكثيرة جدا التي يمكن لو عددتها أنا أقول لك أن تتصل مئة مئة وخمسين مئتين مرة يذكر فيها ابن الغنام الشيخ محمد غراب ويصفهم بوصف المسلمين ويصف من يحاربونهم بالمشركين فيأتيك مثلا في أحد الوقائع يقول فانهزم دهام وجماعته والمسلمون بأثرهم ثم يأتيك عليك ويقول فلم يشعر المسلمون إلا وهم خلفهم فانكسروا في الوقت ثم يقول لك واستشهد من الجماعة عبارة الاستشهاد واستشهد من الجماعة يأتيك في موضع آخر هنا ويقول وفي هذه السنة ارتد إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن أمير ضرمة ارتد كيف؟ لأن هذا كان معهم وغزوه وأخذوه هذا ثم بعد ذلك تركهم وانقلب عليه فيسميه مرتد على طول هذا ارتد ثم غزى المسلمون بلدة الزلف ثم غزى المسلمون الخرج غزى والمسلمون ثم أغار المسلمون على فريق من البدو يقال لهم دهيمان فأخذوهم أجمعين وقتل من المسلمين أثنين كذا أغار على فريق من البدو المسلمون أغاروا على هؤلاء فأخذوهم أجمعين وفي أواخر هذه السنة يقول ارتد أهل منفوح أهل منفوح كلهم ارتدوا لماذا؟ لأنهم ضجروا من هذه الدعوة ورفضوا مطاوعة الشيخ المحمد المعبد الوهاد وقالوا لا لا نريدك قال ارتدوا ارتدات كامل قال ارتد أهل منفوح ونبذوا عهد المسلمين ارتدوا والعجيب سبحان الله يعني دعوة الحق ودعوة الإسلام الصافي يقبلها الناس لفترتهم لا يدخلوها مكرهين فهؤلاء الناس في ذلك الوقت دخلوا هذه الدعوة مكرهة والدليل على هذا أنه حصل كثير من الارتدادات التي يذكرها ابن غنام والتي الآن سوف يوضح جانبا منها يقول وحين رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاد تظاهر بعض أهل البلاد بالضلال وارتداد من ارتد منهم عن التوحيد كثرة التراجعات والخروج عليهم ما بعد سار الطائقين هم الناس يقول جمع في هذه السنة 1167 أهل الإسلام من بلادهم ووعظهم وبين لهم سنة الله فيما يجري على أهل التوحيد من أهل الفجور والشرك وكشف لهم معاني الآيات الوالدة في القرآن بذلك وبشرهم بالنصر والظفر إن استقاموا على الدين وثبته عليه وأمرهم من رجوع إلى الله والتوبة وصدق النية فتصدقوا بصدقات كثيرة وسألوا الله من نصر لأنه مروا بارتداد كبير عن الإسلام ثم يأتيك في واقعة عجيبة يقول ثم إن السيائرة في بلدة طرما ذولي ناس يقول عنه من غنام يقول احتقروا أهل الدين هكذا يقول احتقروا أهل الدين ومن هنا ترى يأتيك في النواقض موضوع الاستهزاء كانوا حلصين عليه لأنه كانوا يستهزأ بهم كثيرا كانت أقوالهم غريبة فكان يتعرضون كثيرا للسخرية منهم فجعلوها ناقبة على طول من نواقض الإسلام فهنا قال لك احتقر أهل الدين فرفعوا أمرهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال نحن نجهل حالهم فإن كنتم تحققتم منهم شيئا فامضوا فيهم بعلمكم يعني فوض لهم الأمر أنا ما عرف عنهم روحوا انتوا شوفوا اللي تشوفوا فيهم شفتهم كفار وفعلا شوفوا إيش قال فبادر إليهم أمير ضرمى وجماعته فقتلوهم صبرا صبرا في لغة العرب يعني بدون قتال بدون سيف كلا زي الأسرة نسكوهم وقتل وكأنك تشاهد جماعات التكفير المعاصرة اليوم بأمعين ومن الذي كفرهم الآن هنا الشيخ نزل إلى الساحة ونظر فيهم وحتى يكفر المعين كما قلنا نظر لهؤلاء وإذا لم يعرفوا حالهم اذهبوا فيهم بعلمكم ومن هذولي طب هم معروفين ناس جهلة أعراب ما يعرفون ولا شي يعني ما يكونوا يعني حتى ينفذوا مثل هذه الأمور اذهبوا فيهم بعلمكم وقتلوا دم الله مستهى وفي هذه السنة هنا نكبة النكائب الحقيقة هنا نكبة النكائب وفي هذه السنة أيضا قتل سليمان بن خواطر هذا بن خواطر كان رسول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في رسالته التي أرسلها إلى أهل العيين رسالة علمية موثقة مضبطة شيء يعني تقرؤوها وأتمنى أنكم تقرؤوا الحقيقة علم علم حقيقي ورصي انظروا ماذا فعلوا به في هذه السنة أيضا قتل وهنا بعض الأخوة رد علي في هذا الكلام قال كذبت أقول تفضل وفي هذه السنة أيضا قتل سليمان بن خواطر وسبب ذلك أنه قدم بلدة حريملاء خفية وهم إذاك بلد حرب فطلح تحت هذه برضو خطين سأتي إلىها بعدين نحول بلاد المسلمين إلى بلاد حرب وهم إذاك ما معنى بلاد حرب لمن لا يعرف ديار المسلمين إما تكون دار إسلام وإما دار عهد التي يكون بيننا وبين الكفار فيها معاهدة وإما دار حربي يعني ناس يحاربوننا في الدين وليس بيننا وبينهم أي عهد ولا مثال وهؤلاء دار حرب نستطيع أن نقاتلهم ونقتل منهم ومباحين لنا فالآن هم جعلوا الآن بلدهم إذاك دار حربي يعني فيه كل البدان طبعا هم جعلوا ديار حر فبيقول لك وهم إذاك بلد حر يقول فكتب معه قاضي البلدة سليمان بن عبدالوهاب أخ الشيخ كتابا إلى أهل العينة ذكر فيه شبه مريبة وأقاويل محرفة وأحاديث مضلة الله ما فيه شيء منها وأمره أن يقرأها في المحافل والميوت فألقى بذلك في قلوب بعض أهل العينة شبهات انغيرت قلوب من لم يتحقق الإيمان ومن لم يعرف مصادر الكلام فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل من؟ الرسول الذي جاء بالكتب ثم يكمل بعد ذلك الفتوحات المزعومة يقول لك ثم فتح المسلمون حريم لا عنوة عنوة هذا مصطلح حتى فقه يعني فتح عنوة والفتح صلحان وها كذا يعني قاعد بتكلم على كفار كأنك تقرأ أنت الآن في تاريخ من إنهشام ودخل المسلمون البلدة وأعطى عبدالعيز بقية الناس بقية الناس الأمان وصارت البلدة فيئا من الله ودورها ونخيلها غنيمة للمسلمين يا إخواني بغالها يعني هذه الآن غنيمة للمسلمين وفي وللمسلمين ما معنى هذا؟ معنى أنهم كفار ما تحتاج شوف ماذا يقول لك ثم أقبل عبدالعيز جعل بن محمد بالأموال والغنائم إلى الدرعية فقسمها الشيخ محمد بن عبدالوهاب متبعا بذلك سنة رسول الله وما كان يصدر عن السلف غنيمة من كفار مشركين من هم نعيدها للمرة الثالثة؟ كما قلنا مسلمون حنابلة وشوافع عندهم أخطاء وفي سنة 1169 رفع الله عن أهل القويعية الشرك وهداهم إلى التوحيد فوفدوا على الشيخ والأمير في الدرعية فبايعوا على الإسلام وحين شوفوا هذا الواقع الآن تبين لك أنهم هاجروا عملوا حتى مفهوم الهجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام حسب اعتقاده قال وحين عاد عبدالعزيز إلى الدرعية استأذن المقاتلة في أن يوزع الغنائم على المهاجرين فطابت بذلك نفوسه يعني كأننا نستحضر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما أعطى المؤلفة والطلقاء ولم يعطي الصحابة والمهاجرين والأنصار ومن يشاهد هذا الكلام من من عنده في التحليل النفسي يعرف أنا ماذا أقصد بهذا يقول لك وحين عاد استاذنا المقاتلة في أن يوزع الغنائم على المهاجرين وطابت بذلك نفوسه على من؟ على المهاجرين ثم يأتيك بعدها بقليل ويقول وكان أهل شقراء من السابقين إلى التوحيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه في عندنا المهاجرين ما شاء الله وأصبح في عندنا السابقين ثم يأتيك بعد ذلك يقول فطلب أهل ثادق المصالحة وأقبلوا على الإسلام وقدموا مع المسلمين إلى الشيخ في الدرعية فأمر عليهم دخيل بن سوينم وأرسل معهم أحمد بن سوينم يعلمهم التوحيد يعلمهم التوحيد والأحكام يرسل معهم من يعلمهم دينهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل يعني هذولي ناس خلاص مشركين بالكامل كفار قاعد يرسلوا يعلمهم دينهم من أول وجديد يأتيك بعد ذلك يتكلم عن الحوطة والجنوبية فيقول وكان أهل هاتين البلدتين قد أرسلوا إلى عبد العزيز ليقدم عليهم وأنهم يريدون الدخول في الإسلام وإعطاء العهد على ذلك هذا ما تحسر ذكره من كتاب تاريخي بن غنام والكتاب موجود وأتمنى أنه تعودوا وإنهم تتطلعوا وترسلوا شوه لنا بس مقتطفات لكن لاحب في هذا وأنت تقرأ المصطلحات لأنها مهمة جدا كما قلنا المسلمون مشركون دار العهد الفيء الغزو الجهاد السابقين الهجرة إلى آخره كلها علامات واضحة وظاهرة على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له كان يكفر المجتمع بالكامل وعمل فيهم بالسيف كما ذكر في هذا التاريخ طبعا سأطل